السلام عليكم أبنات كيف توموا على بسالكم أتمنى أن تكونوا بخير فيديو جديد اليوم معكم سوف نشارك معكم الطريقة التي تحضير شباكية وكذلك نعملكم حاجة ولف جديد ديال الليدل بالنسبة لهناي عندي كاس ديال اللوز اللي يكون مطحون مزيين 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 تكتلق الزيز دياله عندي كل مهم كيلوط الطحين وكاس ديال اللوز مطحون مزيين وكاس ديال الججلة مزيين ضروري بالنسبة لكي يكون مطحون مزيين باش العجينة ما كتقطعشي هنايا كنعمل له حالة عملية أنني كنبيت هاد العجينة هادي وكنخدمه ماشي في نفس النهار ذيك شي كلو حيد على حساب الطريقة اللي كيستعمل أنا كتجيني هيدا حسن وكتجيني شباكية كتجي حسن لأنك هذا الطحين كيتشرب هاد المواد هادي كاملة كما كتشوفو كوشي كي يجي مطحون مزيين هنايا كاس مع عمرش ديال الزبدة كتخلي واحدة كتتتفصل ذيك الحليب ديالة أو ذيك الماديالة وكتعملو غير الزبدة كيف ما كتشوفو كالجهية هادي كاس مع عمرش هاديك الحليب اللي كتشوفو هنا تحت ما كتعملوش كم كوبو وبالنسبة للزيت كنعمل زيت الزيتون تهو كاس مع عمرش كيف ما كتشوفو ومهم شوية ديال مسكة الحرية ايضا متقوقة مع شوية سكر وشوية دملاح مهم اللي بغي تصوذكر شوية دملاح ضروري منه مغروفة كبيرة ديال كانيلا والا القرفة مغروفة كبيرة يعني كتكون معمره وبالنسبة لشنو اسمو الحبة حلوة والنافع حتى وما كنعمل انا مغروفة كبيرة معمره بجوج بيهم يعني مغروفة ديال نافع مغروفة تحبت حلوة مغروفة كبيرة بطبعة الحكي يكون من قيم مغربل بدروري يخسي يكون عاوثاني تهوى مغربل انا كنعمل قياس عيني ميزاني هنا كما كنشوفو مطحون معدل يعني فتصدي له وعدته قبل وصاب في هادي شي كول شي كنجمعوه مع بعطيتو هادي مرحلة الاولى اللي كنخدم فيها بالنسبة لها كنجمعت شي كامل مع بعطيتو الرمل و كيرجع بحل الرمل كما كتشوفو دعا نعمل هنا اصفر بيطة تقدر تستغنو عليه مغسكوش يتعملو بيض بيط لما كتجي تقليو ديك شباكية كتلع ديك بحل رغوة في ديك الزيت هو كيجي صراحة نمضي ولكن ديك الرغوة في الزيت كتجي بالنسبة للصفر مهم بغيتو تستغنو عليه كتستغنو عليه صافي هني كبقونا نخدمو مزيان مزيان حتى كتترمل العجينة و كتدخل ديك الدقيق في مسائل كاملة ديالو بالنسبة لاني كم اخوت لكم كنخدم المرحلة هاية كيترمل كل شي هنا يا ابنت ايلا بغيتو تغرب له هذا الشي هذا في الغربة ليكون كبير غرب له يعني من احسن تغرب له باش العجينة ما كتتقطع شي ممرة يقدر يفلد لكم شي حاجة فيها باش كجيكم العجينة كتكون ملس و كتتخدم مزيان صراحة الى غربلتو كيجي واعر لاجينة ما كتقطع لكم شي ممرة مهمة دوغي نصائح هنا غادي نعملة في النبيرة كتبرد و كتشرب على خاطرة ديك الدقيق كيتشرب ديك اللاوز ديك المواد كلها كتشرب لغدة غتشوفو الضوغة دي تبدل حتش كان داز اللي يعني لغدة نهار كان نساحب هادا كما كتشوفو هنا اياه لغدة كنجيب شنو سميتو واحد الكسرونة كنعمل فيها شنو مون تقريبا نص دي الربع دي الخل هنا عندي كاس ونص دي المزهر و الخل كما كتشوفو غادي نعمل معاهم زعفران كما كتشوفو زعفران شعرة وزعفران عادي وبالنسبة لخميرة دي الخبز حتا هي كنعمل نقم مغروفة صغيرة كما كتشوفو عملتو نيدف ادفى و شويش هادوك الخل كما قلتلكم مغروفة صغيرة دي الخميرة دي الحلوة و واحدة قبيصة دي الخميرة دي الخبز و كنستناديك مهم مزهار و الخل حتا كي ادفى واحد شوية غاك يدفى و معاديك الشنو اسمه زعفران غاك يدفى كنكوبو كما كتشوفو و صافي كنبدا نجمع الخلطة ديالي عادي كيفما كتشوفو كنعجل عجينة خصا تكون مهمة خصا شي جيجارية خصا تكون قاس حوركي ماشي بزاف لانا في هالزبدة في هالزيت كل ما كترتاح كتر خيرها مهمة العبار هادك كي يجي وهادك بالنسبة لي لانا كي يجي العبار و هادك ديك قصد مزهر كما كتشوفو نياسة في ديكتام زيان كنحطها في نايف يعني فوقلو نياسة حال عمل كنبلكم زيان و كنقطعه مهمة كتريف كن مشاهلي مهمة في حالي كنت نيها على اربعة كنعملها في حال كتب كتجيني سهل و كتجين مورقة و كتجين داخل من فوشة صافي نيك اش بد مكينة ضروري كنخدمو بمكينة على حساب مهمة انا كنخدم بخمسة اللي كتو كتخدمو بطريقة اخرى يعني كتخدمو بثلاثة مبعد كتردوها الخمسة و اللي كتو عو تني مكتعيا وشي كتلقو بمطلق و كتخدمو نيشان بخمسة صافي نيك كنمسة حانتو ما كتعرفو كتج بدوها ملعام للعام مغي كنمسة حالي انا اصلا ما كتتكوش يزعمة في اشي حظر في كرتونة ديالة مخبعة و صافي غادي نخدم انا جبرتوني خدمت في الصالون فانسي تراسي ما مصورت لكم شي بالنسبة لي انا كنعملها رقيقة كنعملها رقيقة ما كنعمش ديك شبكي اللي كتعرفو كتجي ملوب غليطة فيها منظر كيبنت شبكو هادك و لكن ما كتاكلوها صراحة كتجي غليطة بزاف ما كتقداش تكملها انا كنعملها صغيرة و كنعملها في نفس الوقت رقيقة باش كتجي صراحة الليدة و حدا صافي كتجي كافية هنيا كنعمل الزيت يسخون عندي مقل تنجرة غليطة شي شويش كتجي تقيلة كنعمل فيها هنيا عندي كما كتشوفو الشبكة هاد شبكة ديك اسعجمي بزاف حيث اش كتتوشي العسل بزاف مويمة دك بول ديال العجانة جا حيث جا غارق عجبني نعمل فيها زيما شبكية لان العسل كما كتشوفو العسل كنستعمل انا هادا عملته كيلو دك سعا نزيد عليه كيلو اخر ما كنسخنه متى شي حاجة يعني هيدا كننحطه وصافي ابنات مويمة شاركت معكم طريقة ديالي هادا الشكل النهائي ديال شبكية كيفش كتجي صراحة كتجي مزيونة بزاف لديدة انا كتعجمني شبكية ديال جنجب و حديثو لكن حسا هادا كتجي مزيونة و كتجي غزالة كيف ما كتشوفو مانظر ديالها مزيون كتمنى تكون عجبتكم هاد الوصفة هادى و كتمنى لكم عشر مبروكة باش ما كتمنوا ان شاء الله يدخلوا عليكم بالصحة والسلامة و طول العمار و ربي الحبيب يرفع علينا هاد الواباء هادا و انتلقوا مع الاحباب ديالنا و ان شاء الله تدوزو ديال رمضان بخير و على خير مهم غانتشارك معكم الجولة فليدل جابو ديال الحلويات انا شاركها معاكم و كيف ما كتشوفو جابو بزاف الحاجات فليدل ديال ديك الديال الحلواء هنا ankles dec хين وجابو حتى قشور ديال ليمون كيفما كتشوفو هناك ما كتشوفو deste قاكا واحدة و جابو واحدة الليك شي خاس بالاضحة ليش بتايوي ta ce sich picabitas ديال تقول ديال كيفما كتشوفو سراحه بزاف ديال حاجات اللي كانو كحالة لم ديال ان يجيبوه مش ضف ticket في ورérerوا رجعوه كي يجيبو ما اعرفت انه كو كحول ولا راحت اش ساقسو ابنت بزاف عليهم بالنسبة للكاكاو انا باقي اللي مش حال هدي ديال ليدل اللي انا كنت ما كانت تقشي بيهم كانو كيزولوه كنت كانت ديمنو يعني اللي يكفيني هنا هاد بيبيتس ديال تشوكولاتي كنت ما كاتشوفو اورو تعدو اربعين صراحة نجابو حويج مزيونين هنا هادو ديال تاوما ديال ديال تشوكولاتا ديال كابكيك تاوما صراحة مزيونين كيعملو غير اورو بالنسبة للكاكاو جابو يجد ديال يشكلها مهم جابوو حدوه تصفحه ديال ميركاد ونونه جابوه هادوك القدم اللي كانو كيجيو ديالا كين هادو وكين هادو مهم دا مهم هذا كيكون مخلط هدا مخلط هدا مخلط توكلاتك حال و تشوكولاته بيت اورو بالنسبة لها هادو فنده ديال ديال اسكر والله ابنتي كين فيها اللوانات وصافي هادو اصلا دائما كيكون عندهم هادو عوثاني ديال التزيين بالنسبة الكاكاو بورو حتى هوا كيما كتشوفوه هوا كاين لكي عمجوج اورو هوا في نواد دائما في ميتين وخمسين قرام وكين هادي ديال هادن جيمات ولا اليانيس كمان بكو حد شنك يسميها كين عندهم حتيان يجابوها بالنسبة له هنه بمينتا هادي النقرة مصافي هادو عندهم هنه مو يجابو غير هادو هادو كيبان هنه هادو هادو القرنفل هادو إنه هذي كيبان هاو ساني ديال كاوب كايك كد تعملوا بهم ديكوراسيون صراحة هنزونين أورو تعدى تلاتين هذي كنتم مزروبين هايدا صراحة هادشي هادو كيي ساهل هذي كنتم عندهم كمبليانوس مزروب ولا شي حاجة فكعطيوهم منظر كيجيوا معدلين جاهزين لا أعرف كيف تنقل و لا أعرف كيف تنقل لأنه على حسن بعد مرة تنظر نواقية لكي تنقل لأنه لا يكتبون غير ديكوراسيون لأنه بعد مرة يكتبونها لكي تنقل و سوف نحاو تاني كانين هادو بزاف ديال هادو بحل بحل طريفة ما عش كيسميهم كيقولولهم كيجوا بحل الحلوة دقومة كانوش حال يعدي فروتوس كيجوا مقطعين نحن نقولوا هادو كيعملوا فكيكت هنا يعود تاني كانين هادو كيجوا ببيبيتات هما بلونين كانين هادو حتى هادو الشوكولاتة كيف ما كتشوفه بنا تغذل بزاف عنده ما تشوكولات راولشته مزيون بزاف هادو عوداني ديال الكوكيز شلح ويجابه مزب الكاكا و بورو هذا و هذا كيف ما كتشوفوا هذا الجوج أورو تعدو 50 أخر غير الجوج أورو مهم ان شاء الله غدي نجربو مهم بالنسبة لما يزينة كيف ما كتعرفوها هذه حقيقي يعني هنا بالنسبة للخميرة بدلو لغيب باكيتي دياله و كينا هادو عوداني ديال التاسع اللي كتعمل أورو بالنسبة للجديد هو هذا الشامبون هذا باكيوشي كيهدار عليه ديال أرجان أنا باقي ما جربتوشي دبعا نجربو هو و ماسكاريا دياله صراحة باقي ما جربتوشي ما عرفتوشي واش بحال ديال مركادونة مهم وما كيشوفوشي حاجة كتبع بزاف عطاني كيبشي ويخرجوه بحالة كينا الماسكاريا دياله و منقصين فيها دياله أورو تعدو خمسين كنت قيل أورو تعدو ثلاثين و منقصين فيها